بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبيناتي طلبة السنوية العامة رجعنا تاني لفيديو تاني للحل نحل على الدعامة عايزين تبقى الأجزاء بالنسبة لنا سهلة أتمنى أنك تكون رجعت الفيديو اللي فات وبتديت تشوف الحل فيه تشوف نفسك كنت بتغلط في إيه الدنيا تزبطت معاك نكمل معرفة كنا حلنا ستين سؤال هنبتدي من السؤال رقم 61 تتميز خلايا السوق العشبية السوق اللي هي جمع سيقان يبني تتميز خلايا السيقان العشبية أو البزور والثمار الزابلة أو المنكمشة بعد فترة مناسبة من ريها بالماء خد بالك السؤال ده طويل لازم أعرف جزئياته الراجل بيقول لي السيقان العشبية ليه كلمني على العشبية لأنها مش ساق قوية مش ساق عندها دعامة أو قوية لا أنا بتكلم على إيه بتكلم على النجيل الأخضر مثلا نجيل الخضرة في الملاعب نجيل يشوف ضعيف إزاي دي نباتات إيه عشبية سيقان عشبية تمام أو البزور والثمار الزابلة البزور الدبلانة السيقان الدبلانة العشبية السمار الزابلة أو المنكمشة أما دبلت بقت منكمشة زي حبيت الفول المنكمشة كده هيحصل لها إيه؟ بعد فترة مناسبة من ريها بالماء يعني أنت ديتها ري بالماء حصل إيه بعد الفترة دي بعد فترة من الري تتخيل هتفضل منكمشة هتفضل زي ما هي زابلة ولا الوضع هيتغير بعد ريها بالماء بفترة مناسبة هتتميز بإيه؟ انخفاض تركيز الزائبات بالعصارة أو بالفجوة العصرية ولا انخفاض الضغط الأسموزي بالفجوة العصرية ولا زيادة ضغط الامتلاء ولا كل ما سبق تمام؟ هيبقى الإجابة بتاعتنا زيادة ضغط الامتلاء يبقى بعد فترة هيبتدي الامتلاء يزيد 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 يبقى على طول عمال يزيد ضغط الامتلاء وقلنا هيبقى لحد منطقة معينة وبعدين مش هيقدر يزيد وقلت في الخلية النباتية دي مش هتنفجر الخلية لأن فيه جدار خلوي يحميها لكن في الخلية الحيوانية ممكن تنفجر الخلية عشان الغشاء الخلوي ضعيف مش زي الجدار الخلوي طيب نكمل سؤال 62 زيادة كبيرة في نسبة الزائبات داخل الفجوة العصارية للنبات يؤدي إلى زيادة نسبة الزائبات بتزيد ده يزود إيه معاه؟ قال لي ده هيزود ضغط الأسموزي ولا امتصاص الماء بالأسموزية عند توفر الماء ولا فقدان الماء ولا ألفه به قال لي ده هيديني امتصاص الماء بالأسموزية عند توفر الماء يبقى نسبة الزائبات تم تزيد جوه الفجوة العسرية يا سلام لو الماء جد الوقتي هتبتدي يمتص ماء يمتص ماء يمتص ماء لما تتوفر الماء تمام تنشأ الدعامة الفيسيولوجية عندما يزداد دعامة فيسيولوجية لما يزيد ايه قال لي لما يزيد حجم الخلية ولا ضغط الخلية الداخلي ولا انتفاخ الخلية ولا كل ما سبق دعامة فيسيولوجية كلهم كل دول دعامة فيسيولوجية تهدف الدعامة الفيسيولوجية الى انها هتعمل ايه الدعامة الفيسيولوجية بالدعم النبات ولا بتتحكم في بعض انواح حركته ولا تحافظ على الانسكته الداخلية ولا كل من الفه به قال لي لا دي تدعم النباته بس مش تعمل حاجة غير تدعين النبات الدعامة الفيسيولوجية ان الماء تدخل دي تعمل ايه دعامة سؤال 65 تهدف الدعامة التركيبية في النبات إلى أنها تركيبية دي عايزة تعمل إيه؟ هتتحكم في الأنشطة؟ ولا هتمنع فقدان الماء؟ ولا تحافظ على أنسجته الداخلية؟ ولا به وجيم؟ اللي هنا بقى هختار به وجيم هتحافظ على الأنسجة وهتدعمه زيادة سمك جدار البشرة قم يزيد سمك جدار البشرة خاصة الخارجية منها تعتبر دعامة إيه رأيك زيادة سمك تبقى في السيولوجية؟ في السيولوجية الانتفاخ يبقى دي دعامة إيه؟ تركيبية تمام؟ 67 ترسيب مادة الكيوتين في خلايا البشرة يهدف إيه؟ ترسيب مادة الكيوتين الكيوتين ده عايز إيه؟ قال لي آه اكسبها قوة؟ ولا اكسبها صلابة؟ ولا عدم فقد الماء؟ ولا كل ده؟ قال لي ده كل ده هيحصل لما الخلية يترسب فيها كيوتين هو هنا قال لي أما رصب الكيوتين هيحصل إيه؟ إنما الكيوتين أصلا بيعمل على إيه؟ على عدم فقد الماء عشان ما اتهش ما بين الاتنين إنما لو قال لي يهدف إيه؟ هيحصل إيه معاه؟ هيحصل كل دول هيديني الكيوتين هيديني كل الاختيارات دي ترسيب السليلوز أو اللجنين عندما يترسب السليلوز أو اللجنين في خلايا النبات في الجدار بتاع خلايا النبات أو أجزاء منها يهدف إلي نفس الاختيارات ترسيب السليلوز أو اللجنين السليلوز واللجنين ترسيبهم هيديني قوة وصلابا ترسيب السليلوز أو اللجنين في جدر خلايا النبات في الجدار أو أجزاء منها يعتبر دعامة ترسيب حفظناه دعامة تركيبية أي ترسيبات يعني التركيب زاد يعني حاجة مش هيفئدها تاني بقى الدعامة تركيبية سعر لقم سبعين وجود إيه؟ في جدار خلايا النبات هيزدها مرونة وصلابة لكن لا يمنع مرور الماء شغلته مع الصلابة والمرونة لكن ملوش شغلانة مع الماء الكيوتين ده كان شغال على الماء السيوبرين اللجنين والسليلوز اللجنين والسليلوز هم اللي هيدون صلابة وقوة ده أساسهم لكن اللجنين بيمنع مرور الماء إزاي؟ لأنه صلب لأنه حائط صلب السليلوز قال السليلوز موجود حتى في الخلايا البرانشيمية اللي ما فيهاش تغلوزات ودي بتسمح بمرور الماء عادي خالص يبقى السليلوز ملوش علاقة بمرور الماء يبقى وجود اللجنين في جدار خلايا النبات هيزدها مرونة وصلابة لكن ملوش علاقة بمرور الماء هو شغلته على القوة والصلابة من أمثلة الخلايا المسؤولة عن الدعامة التركيبية في النبات من المسؤول عن الدعامة التركيبية؟ أنبيب غربالية؟ ولا خلايا ماراستمية؟ خلايا كولانشيمية أوódسكالورانشيمية؟ theme وخلايا بارانشيمية؟ قال لكولانشيمية وإيهK إيه được مسؤول يتور دعامة التركيبية أوlerinشيمية هاي ليد المسؤول عن الدعامة التركيبية عشان يبقى فيها ترسيب النبات نفسه بمادة الفلين حاطة مرسب فيها مادة السيوبرين تعتبر دعامة طبعا لا نهاش دعامة الفيسيولوجية دعامة تركيبة إحاطة النبات نفسه بمادة فلينية مرسب فيها مادة السيوبرين يهدف إلى ها ده هتدينا ايه بتكسبها قوة ولا صلابة ولا عدم فقد الماء ولا جميع ما سبق قال لي لا السيوبرين شغلته عدم فقد الماء حلينا مع بعض كده أكتر من سبعين سؤال على الجزء بتاع الدعامة عايزة أدخل على الجزء الجديد عشان الفيديو نبقى استفدنا منه مع الحل استفدنا منه كمان ايه شرح هنشرح ايه الجزء الدرسي اللي بعد كده اللي هو الحركة في الكائنات الحياة يبقى أنا أخد الدعامة في النبات الدعامة في الإنسان وهبتدي في الحركة طيب الحركة بتاعتي هنبتدي الحركة في الكائنات الحية هي ظاهرة تميز جميع الكائنات الحية فيه كائن حية ما بتحركش يبقى دي حاجة مميزة للكائن الحي انه يحصل له ايه حركة النبات ما بتحركش لا النبات بيتحرك حركة موضعية في مكانه زي ما هنشوف وعنده أنواع من الحركة هنقول يبقى ظاهرة تميز جميع الكائنات الحية تنشأ ذاتيا يعني الحركة دي يتنبع من داخل الكائن الحي هو اللي بيحاول يتحرك لأسباب نتيجة تعرض الكائن الحي لإصارة ممكن حاجة تسيره يعني يخاف من حاجة أو هو عاوز يفترس حاجة أو هو عايز يغتنم حاجة يبقى يتحرك حركة ذاتية هو اللي عاوز يعملها استجابة لإصارة نتيجة تعرض الكائن الحي لإصارة ما لإصارة الماء فيستجيب لها إيجابا أو سلبا يعني إيه يستجيب سلبا؟ قال لي آه هيستجيب إيجابا لو هو اللي عاوز الحركة دي هو راح ياخد حاجة هو عاوز يروح يفترس فريسة يبقى ده حركة إيجابية حركة سلبية يعني إيه يعني إيه سلبا؟ يعني هيرجع لورا هيهرب من حاجة يبقى دي إيه؟ هيستجيب لها إيجابا أو سلبا وفي كلتا الحالتين الاستجابة بتاعته هتكون إيه؟ حركة الاستجابة بتاعتي هتكون حركة طب ايه انواع الحركة قال لي انواع الحركة هتكون عندي بعض الانواع حركة زائبة حركة زائبة او دائبة يعني ايه الحركة الدائبة دي قال لي حركة دائبة يعني حركة مستمرة حركة لا تتوقف حركة مستمرة بشكل دائم الحركة الدائبة هتحدث داخل كل خالية آه يبقى أنت كده هتكلمني على السيتوبلازم السيتوبلازم جوه الخلية هل بيتوقف؟ نهائي حركة دائبة لا تتوقف يبقى تحدث داخل كل خلية في الكائنات الحية أهميتها تعمل على استمرارية الأنشطة الحيوية الحركة دي هي اللي مخليها الكائن الحي يستمر فيه نشاطه مثل حركة السيتوبلازم زي ما قلنا يبقى ده أول نوع من أنواع الحركة عندي حركة تانية اسمها حركة موضعية يعني ليه حركة موضعية؟ هي الاسم مش موضحة قوي هي في الموضع يعني لاحدي يقف يتحرك مكانه لا مش ده المقصود المقصود أنها تحدث لبعض أجزاء الكائن الحي يعني حركة إيدي كده بالنسبة الجسمي دي حركة موضعية ليه حركة موضعية؟ الجسم كله ثابت والإيد هي اللي موضعها هتغير يبقى دي حركة إيه؟ موضعية عشان كده بنقول النبات بيتحرك حركة موضوعية ليه؟ الساق بتاعته سبتة وتلاقي الأنصان والأوراق عملة تتحرك حركة موضوعية بالنسبة لباقي الكائب مثل إيه كمان؟ قال لي مثل الحركة الدودية في أمعاء الفقريات الأمعاء أما بتتحرك هل لازم يتحرك معها الإيد والرجل والرأس؟ لا ولا خلص كل اللي بتحرك هي الأمعاء بتحرك لوحدها حركتها كده أسميها حركة إيه؟ حركة موضوعية حركة كلية دي اللي مشهورة وكلنا عارفنا إن الكائن ينتقل من مكان إلى مكان آخر ده يكون بحثا عن الغذاء أو سعيا وراء الجنس الآخر لعمليات التزاوج أو تلافيا لخطر ما في بيئته البيئة فيها خطر ما فيتحرك وينتقل منها البيئة بقت غنية جدا جدا بالملوسات طبعا مش هيقدر يعيش فيها فيتحرك من مكان لمكان عشان يهرب من الملوسات دي وهي تؤدي إلى زيادة انتشاره الحركة الموضوعية ما بتديش انتشار الحركة الدائبة في الخلية ما بتديش انتشار من الخلية اللي بتدي انتشار جميل جدا الحركة الكلية لأنه كل ما كانت وسائله في الانتشار قوية وسريعة في الحركة قوية وسريعة هتدي انتشار واسع دائرة واسعة من الانتشار زي مين؟ الأكثر الحشرات الحشرات تنتشر في جميع البيئات وذلك بسبب تعدد وسائل الحركة فيها وقوة الحركة في الحشرات شروط الحركة وحفظ التوازن في الحيوان ركز عشان الحتة دي عقلية شوي يعني ايه؟ هو اي حاجة تتحرك بدون شروط قال لي لا ده فيه شروط عشان تنفع الحركة لابد من وجود هيكل صلب لابد من وجود هيكل صلب تتصل بيه عضلات الجسم المختلفة الهيكل زي الهيكل العظمي عندنا متصل بيه عضلات يبقى هيكل صلب تتصل بيه العضلات في عضلات الجسم المختلفة وذلك حتى يتمكن الحيوان من الحركة العضلات دي هنعرف بعد كده ان هي الباور هي اللي هتدي له الطاقة اللي تخليه يتحرك كما تمكنه من المحافظة على توازله هي اللي هتخليه متوازن العضلات والهيكل مع بعض أن يتكون الهيكل العظمي للحيوان من قطع تتصل ببعضها اتصالا مفصليا يعني ما يكونش الهيكل حتة واحدة أنا الإيد عندي لو ما فيهاش مفصل الحركة هتتحمل ازاي أنا عايزة أتني إيدي لفوق ما فيش مفصل هتتيني لفوق ازاي يبقى كده حركة صعبة جدا يبقى الحركة عشان تكون سهلة لازم يكون تتصل الهيكل يتصل ببعضه اتصالا مفصليا هذا الاتصال يتيح لها الحركة بإنسيابية بسهولة يخلي الحركة عندي سهلة إيه السبب؟ وجود العضلات وجود الهيكل وجود الأجزاء المفصلية اللي موجودة فيه عندي بعد كده أنواع الدعامة في الحيوان هو الحيوان عنده كم دعامة؟ قال لي لنا عندي أنواع متعددة من الدعامة أحيانا يكون الدعامة هيكل خارجي الدعامة هيكل خارجي زي مين؟ لا المفصليات الجنباري مثلا الدعامة بتاعته داخلية؟ لا الدعامة بتاعته خارجية طيب كما وهي كائنات لا فقرية أي لا تحتوي على عمود فقري قلت لك زي الجنباري هيكل داخلي هنا هيكون الهيكل مش خارجي بقى هيكل داخلي زي الفقرية الفقريات لها عمود فقري وبيكون الهيكل إيه؟ داخلي والهياكل بها سلاس أنواع قلت عليهم هيكل غضروفي زي الأسماك الغضروفية هيكل عظمي زي الأسماك العظمية أما الإنسان فيحتوي على هيكل ها يحتوي على العظام وعلى الغضريف الإنسان شوف سبحان الله ربنا بديك الحكتين مش عظم بس مش غضروف بس لا ده عظام وغضريف يبقى متنوع الحركة في النبات الحركة في النبات ده بداية الشغل على أنواع الحركة في النبات يبقى أنواع الحركة اللي فاتت دي كانت أنواع حركة عامة بتكلم على حركة داخل الخلية بتكلم على حركة داخل الجسم بتاع الكائن الحي بتكلم على حركة الكائن الحي عموما بدون ما أفصل دقانه نوعا دلوقتي هبتدي أفصل الحركة اللي في النبات حركة النبات بتكون إزاي؟ اللي عندك أكتر من نوع من الحركة في النبات واحد حركة اللمس بعض النباتات تلمسها تتحرك زي إيه؟ النفسة لتانية النبات المستحية نبات المستحية تحدث في بعض النباتات عند اللمس للورقة حركة استجابة لللمس فعند لمس الورايقة فإنها تتدلى كما لو أصابها الزبول ويتعاقب ذلك في جميع الأوراق زي نبات مين المستحية تاني حركة حركة النوم واليقظة حركة النوم واليقظة إيه حركة النوم واليقظة؟ بعض النباتات تحس كأنه بينام ويستيقظ يعني بتحرك استجابة للضوء اللي دي تتقارب الورايقات بحلول الظلام الظلام ييجي تبتدي الأوراق تتقارب من بعضها وكأنها دخلة على مرحلة نوم يعبر عن نوم النبات وتنبسط الورايقات عند حلول الصباح أو نور النهار هيبتدي كأنها بتصح يبقى تقترب من بعضها في الظلام وتبتعد وتنبسط أثناء النهار يبقى دي كده مثل برضو نبات البستحية وبعض البقوليات النوع الثالث من الحركة في النبات حركة الانتحاء حركة الانتحاء دي كدنها بالتفصيل في سنة تانية يعني بعض أجزاء النبات تنتحي يعني إيه تنتحي؟ انتحاء هيكون انتحاء موجب أو انتحاء سالب عندنا انتحاء الجزر موجب للرطوبة موجب للجاذبية طب والجزر سالب الانتحاء للضوء ما بينتحيش ناحية الضوء ده بيمشي عكس الضوء طب الساق والأوراق والأجزاء المجموع الخضري قال لي دي بتبقى موجبة الانتحاء للضوء سالبة الانتحاء للرطوبة وللجاذبية يعني الجزء بتاعي الخضري هيمشي عكس الجاذبية وهيمشي عكس الرطوبة لكن هيمشي في اتجاه الضوء يبقى موجب للضوء سالب للرطوبة والجاذبية عكس الجزر الجزر بيمشي ناحية الرطوبة ناحية المية ناحية الجاذبية عكس الضوء يبقى الجزر سالب الانتحاء للضوء موجب الانتحاء لمين ومين للجاذبية وللرتوب الحركة الرابعة الحركة الدورانية في السيتوبلازم اللي هي حركة من اهم خصائص سيتوبلازم الخلية اهم حاجة في خصائص السيتوبلازم انه بيتحرك حركة دائمة دورانية سيتوبلازمية لا تتوقف خلي بالك طيب دوران مستمرة تجربة نباتي الالوديا اللي عنده فحص احدى خلايا النبات بتاع الالوديا تحت القوة الكبيرة للمجهر حطيت نباتي الالوديا تحت القوة الكبيرة للمجهر وبتدي تفحص هلأ ايه؟ لانه يبطن جدار الخلية الداخلي بيبطن بطبقة رقيقة من السيتوبلازم بيبطن من الداخل بطبقة من السيتوبلازم ينسى بالسيتوبلازم يعني بيتحرك حركة دائمة ما بيتوقف في حركة دورانية مستمرة حول الخلية عمال يلف فيه الخلية فيه اتجاه واحد مش بيلف كده شوية وكده شوية لا هو ماشي في اتجاه واحد الاتجاه بتاعه ده هيكون في اتجاه عقارب الساعة بيلف مع اتجاه عقارب الساعة طب انتش عرفك انه بيلف عرفت منين اللف والدوران بتاعه عرفت زي ان هو بيدور وبيدور في اتجاه حركة عقارب الساعة قال لي لاحظت البلاستيدات الخضراء جوه لان البلاستيدات الخضراء مميزة لونها مميز عن كل الخلية فانا ركزت معاه وابتدت اصور اه لقيت ان دايما البلاستيدات الخضراء عملت لف في اتجاه عقارب السعر يبقى يستدل على حركة الدوران الحركة بدوران السيتو بلاس وما به من بلاستيدات خضراء محمولة في طياره وانا في اتجاه عقارب السعر حركة الشد وحركة الشد دي مهمة جدا هتكون هي نوعين طبعا مش هنلحق نقولها في الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي بيها في الفيديو الجديد حركة الشد هتبقى يا اما في المحليق يا اما في الجزور الشدة دي هتبقى محتاجة شوية شرح مننا هنبتدي بيها في الفيديو الجديد ان شاء الله عاوزك تراجع كويس جدا الجزء اللي انت خدته الجزء بتاع الدعامة مش هينفع تبقى دخلت في الحركة وانت مش مذاكر الدعامة كويس ركز على الدعامة حل الأسئلة حلت حاجة وسبعين سؤال ده انت كده يعني فكرت خد بالك الخطوة الاولى في الحل احنا عندنا مراحل تانية هنحلي فيها كل الاسئلة اللي موجودة في السوق احنا عندنا السنة دي كتب كتير جدا للأوبين بوك هنلتزم بحاجة معينة لا ده احنا هنحلي كل الاسئلة كل الافكار اللي موجودة هنحلها مع بعض ما تقلقش انت يا شوحتاج تشتري عشر كتب انا هجب لك كل الافكار اللي موجودة وهنحلها سوا وهعلمك ليه خطرت دي وما خطرتش دي فين الاجابة الصح طب اطلقبط فيهم ازاي ما تطلقبطش فيهم يبقى انا محتاج منك انك تشد حيلك تزاكر تجهز نفسك كويس جدا عشان الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل الحركة في النبات وهندخل في الحركة في الانسان كان معاكم مستر دياء عبد العزيز خبير مادة الاحياء اشوفكم بخير ان شاء الله اشتركوا في القناة